المؤتمر الدولي حول ليبيا على نار قوية في لقاء سلامة والقائم بالأعمال البريطانية الجهناوي ما يحدث في ليبيا حرب أهلية أنقرة تتايم واشنطن بتعطيل اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا مشاهدين أهلا وسهلا بكم المؤتمر الدولي والذي يجري التحضير له حول ليبيا كان حاضرا على طاولة البحث بين رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة والقائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا نيكولوس هوبتن وأكدها سلامة أن الاتفاق السياسي بين حكومة الوفاق والقائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر هو أمر ممكن بشرط دعم القوى الأجنبية لذلك بحسب جريدة لبريسيون الفرنسية سلامة قال أن الحل العسكري وهم باهظ التكاليف مشيرا إلى سيناريوهات ثلاثة محتملة رجح بينها السيناريو السلمي والذي قال أنه كان مستحيلا قبل أسبوع قليلة لكنه اليوم أحد الخيارات المعروضة للنقاش نقش وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيت الوضع الراهن في العاصمة ترابلس سيالة طالب من أبو الغيت بدور أكبر للجامعة لصد العدوان على العاصمة والضغط على القوات المعتدية للعودة إلى حيث انطلقت وسيالة شدد أيضا على أن العودة للعملية السياسية لا تكون إلا بالشروط التي وضعها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من جانبها أضح أبو الغيت أن الحل في ليبيا لن يكون عسكرية اجتمع سفراء بريطانيا ألمانيا وفرنسا لدى ليبيا مع مساعد وزير الخارجي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نوليند في مقر مكتب العمل الخارجي للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في تونس وقالت السفرة الأمريكية في ليبيا أن لقاء الشينكر والسفراء الأربعة يأتي ضمن الجهود الدولية المستمرة والمبذولة لوقف القتال في ترابلس والسعي للعودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهناوي أن ما يحدث في ليبيا أو إن ما يحدث في ليبيا هو حرب أهلية بكل ما تحمله الكلمة من معنى الجهناوي أكد أنه لن يكون هناك حل عسكري لهذه الأزمة وأضاف من القاهرة حيث يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب أن الملف الليبي ملف أساسي وجوهري كما التقى الوزير التونسي العاهلة الأردنية الملك عبدالله الثاني وشدد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل مسارات التسوية في ليبيا التأمى في القاهرة اجتماع الدور العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الاجتماع تناول أعدا من القضايا ذات الاهتمام العربي المشترك وسبول التعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة العربية ولفت وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الحاجة لإنجاز التسوية السياسية الشاملة في ليبيا وتوحيد كافة المؤسسات الوطنية والنأي بليبيا عن فوضى الميليشيات ومنطق المصالح الضيقة والاستقواء بأطراف خارجية بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع وفد من الجنوب الليبية ضم حكماء وشيوخ وأعيان سبهة وعدد من المدن الأخرى الوضع الأمنية في المنطقة الجنوبية وسبل حل أزمة مدينة مرزق ومشكلة النازحين وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم إلى المدينة يذكر أن مرزق تجهد اجتباكات عنيفة بين المكونات الاجتماعية تسببت في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي الحكومة المؤقتة بدراسة الردود على الملاحظات الواردة في تقرير السنوي للهيئة الحاسي شدد على ضرورة متابعة ملفات عقود الكهرباء مشاريع لجنة أعمار بنغازي ولجنة أزمة الجنوب ومشاريع المياه منوها بضرورة تكاتف الجهود لرصد المخالفات والحفاظ على المال العام تصريح الحاسي يعتبر الأول منذ الإفراج عنه بعدما اعتقل في مطلع سبتمبر الجاري على خلفية تقرير الرقابة الإدارية والذي رصد تجاوزات مالية وإدارية كثيرة للحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله ثني أعلنت المفوضية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن لاجئين أفارق يقيمون في مراكز احتجاز في ليبيا في ظروف بائسة سينقلون إلى رواندا بموجب اتفاق جرت توصل إليه مع الاتحاد الأفريقي قالت المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن لاجئين أفارق يقيمون في مراكز احتجاز في ليبيا في ظروف بائسة سينقلون إلى رواندا بموجب اتفاق جرت توصل إليه مع الاتحاد الأفريقي وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية إنه سيتم إجلا مجموعة أولى تضم 500 لاجئ من منطقة القرن الأفريقي خلال الأسابيع المقبلة من بين 4700 مهاجر يقدر أنهم محتجزون في ليبيا وفقا لآلية نقل يساهم في تمويلها الاتحاد الأوروبي ورحبت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بتوقيع كل من الاتحاد الأفريقي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ودولة رواندا لمذكرة تفاهم لإنشاء آلية لإجلاء المهاجرين وطالبي اللجوء من ليبيا نتابع النشرة بعد فاصل قصير وفيها قصف روسي شمال غرب سوريا وموسكو تنفي أهلا بكم من جديد من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء الجزائري نوردين بدوي استقالته قريبا لتسهيل إجراء انتخابات هذا العام رحيل بدوي هو مطلب أساسي للمحتجين والذين أجبر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل الماضي ويرفضون إجراء انتخابات جديدة قبل إجراء تغيير جذري في هيكلية السلطة لم تقنع المناظرة التلفزيونية التونسيين بفاعلية المرشحين للانتخابات الرئاسية في إخراجهم من مشاكل تدفع بهم إلى حافة اليأس من بعض من كان جزءا من سلطة فشلت في حل تلك المشاكل نتابع المناظرة التلفزيونية تجربة جديدة عاشها التونسيون على مدى ثلاثة أيام قدم فيها المرشحون للرئاسة تصوراتهم حول الملفات الوطنية نحب تونس تجلب الإخوة الليبيين للتفاوض على أرضها نحن لدينا في فرنسا مليون ومئتين ألف تونسي تقريبا أو أكثر بقليل وهذا العدد يمكن أن يكون له تأثير في داخل فرنسا ولا يعقل أن يظل كرسي سوريا شاغر في الجامعة العربية دعوة إلى مؤتمر وطني لمواجهة هذه التغييرات المناخية المواطنون كانوا الحكام وسط جدل واسع بخصوص المرشحين الغائبين عن المناظرة نبيل القروي وسليم الرياحي بسبب ملاحقات قضائية في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه توجه رئيس وزراء السودان الجديد عبدالله حمدوك إلى جنوب السودان لمدة يومين وفق ما أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح لفت إلى أن حمدوك يسافر إلى جوبة عاصمة جنوب السودان برفقة وزراء الخارجية والداخلية والطاقة والتعدين ووزير الصناعة والتجارة أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات حربية سورية أو روسية استهدفت بغارتين مواقع لفصائل مسلحة في منطقة جبل الأكراد الاستراتيجية في شمال غرب سوريا القصف الجوي هو الأول على المنطقة منذ بدء وقف إطلاق النار فيها قبل عشرة أيام من جهتها نفت وزارة الدفاع الروسية قيام القوات الجوية الروسية بشن غارات على منطقة حفظ التصعيد في إدلب منذ آخر أغسطس الماضي أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا يمكنها تحمل موجة هجرة جديدة من شمال سوريا في حين أنهم أوتهم وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو واشنطن بتعطيل تنفيذ الاتفاق لإقامة المنطقة الآمنة أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا يمكنها تحمل موجة هجرة جديدة من شمال سوريا مضيفا أنه يتعين على أنقرة وواشنطن إقامة منطقة آمنة هناك في أقرب وقت ممكن بدوره لفت وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو أن الولايات المتحدة تعطل تنفيذ اتفاق لإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا وقال جويش أغلو أن أنقرة تريد العمل مع واشنطن لكنها مستعدة للعمل بمفردها على إخلاء المنطقة من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية إذا تطلب الأمر وأضاف الوزير أن نهج الولايات المتحدة حتى الآن يخدم وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا أكثر مما يخدم تركيا يذكر أن وحدات حماية الشعب الكردية كانت الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في قتال تنظيم داعش في سوريا فيما تصنفها أنقرة منظمة إرهابية في نشرة سابقة من WTV اعتبر الكاتب الصحفي إبراهيم كابان أن المخاوف التركية من تعطيل المنطقة الآمنة في سوريا غير حقيقية هذه المنطقة لم تعد كما تتمنها تركيا أن تكون منطقة الآمنة وفق تصورات تركية وإقدام السوريين بالملايين لتوطينهم في هذه المنطقة أو لنقول النازحين السوريين الذين جاءوا من دمشق وحلب وأيضا حمص لتوطينهم في شرق الفرار على محور آخر دانت اليونان وقبرص أنشطة التنقيب التركية غير القانونية في شرق البحر المتوسط وطالبت بمباحثات لحل النزاع في الجزيرة المقسمة وذكر مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكيس بعد لقائه الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس أن الزعيمين أعربا عن مخاوفهم الشديدة حيال تدخلات التركية غير القانونية في البحر المتوسط أظهر مقطع فيديو لحظة إخراج رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو من قاعة احتفالات في مدينة أزدود عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة ظهر حراس وموظفون يقتدون نتنياهو خارج القاعة بعدما انطلقت صافرات الإنذار في مدينتي عسقلان وأزدود واعتراض القبة الحديدية الصواريخ الفلسطينية منح النواب الإيطاليون بأغلبية كبيرة الثقة للحكومة الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي إثر يوم من النقاشات الصاخبة في مجلس النواب نالت الحكومة الإيطالية برئاسة جوزيبي كونتي الثقة البرلمان إثر نقاشات صاخبة هذه الحكومة الإئتلافية بين الشعبويين وجزء من اليسار أدت اليمينة الدستورية الخميس الماضي أمام رئيس الجمهورية سيجو متاريلا وتنتظر هذه الحكومة تحديات اقتصادية كبرى لا سيما وأن البلاد على شفير الانكماش ومن أول مهامها تحريك النمو من خلال إقرار ميزانية للعام 2020 قادرة على تفادي زيادة تلقائية لضريبة القيمة المضافة وذلك في ظل بيئة اقتصادية دولية غير واضحة وعرض كونتي برنامجا أطلق عليه اسم ميثاق سياسي واجتماعي يستعيد الخطوط العريضة للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي ويفترض أن تبقى حكومة كونت الجديدة حتى نهاية الفترة التشريعية في عام 2023 تدخل قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة بعد تصويت النواب البريطانيين على قرار لإجبار حكومة بورس جونسون على نشر الوثائق السرية لنتائج البريكزيت من دون اتفاق وذلك تزامن مع توقف أعمال البرلمان حتى الرابع عشر من أكتوبر علقت الحكومة البريطانية فجر اليوم أعمال البرلمان البريطاني لمدة خمسة أسابيع تنتهي في الرابع عشر من أكتوبر المقبل أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجاء ذلك إثر جلسة عاصفة للبرلمان رفض خلالها النواب مجددا طلب رئيس الوزراء المحافظ بورس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة كما صوتوا على قرار لإجبار حكومة جونسون على نشر الوثائق السرية المتعلقة بتداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق والتي تشمل الرسائل التي تبادلها المسؤولون عبر خدمة واتساب وعبر البريد الإلكتروني الخاص بكل منهم وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه لن يطلب تأجيلا جديدا لبركزيت على الرغم من القانون الذي أقره البرلمان ويلزمه بذلك وأكد في خلال زيارة لتلامذة إحدى المدارس أن بلاده ستخرج من الاتحاد في الواحد وثلاثين من أكتوبر وستحصل على اتفاق جيد للخروج تم تسبيل للوصول إلى اتفاق لكن ذلك سيتطلب كثيرا من العمل الشاف من جهتها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر ليين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا حصل فسيكون فقط بداية علاقة جديدة بين بريطانيا والاتحاد وليس النهاية وعن موضوع ضغط البرلمان البريطاني على رئيس الوزراء بوريس جونسون للمطالبة بتمديد جديد لبركزيت حتى نهاية يناير 2020 اعتبرت فوندر ليين أن الأمر متروك بالكامل إلى لندن اعتبرت الصحفية المتخصصة في الشؤون البريطانية الدكتورة هالا دياب في نشرة سابقة من دابليو تي في أن أعضاء البرلمان المعارضين لرئيس الوزراء بوريس جونسون يحاولون استنزافه سياسيا وشخصيا ربما الاتحاد الأوروبي الآن يعلم أن جونسون يمكن أن يأخذ هناك نسبة عالية أن يأخذ جونسون بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي وتحسب أوروبا ما يقولون الخطوة الأمامية والمستقبل مع بريطانيا وتريد أن يبقى الباب مفتوح بينها وبين بريطانيا على صعيد الاقتصادي وعلى أي اتفاقات في المستقبل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المفاوضات مع حركة طالبان الأخيرة ترد وتتوعد سنواصل القتال وترامب سيندم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع ممثلي حركة طالبان الذين وصفهم بالمتمردين باتت بحكم الميتة أي انتهت تماما وعلى الرغم من أن هذه المحادثات كان يبدو أنها ستؤدي إلى اتفاق تاريخي بعد ثمانية عشر عاما من الحرب في أفغانستان توعد الطالبان بمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية في البلاد وقال المتحدث باسم طالبان كان لدينا طريقان لإنهاء احتلال أفغانستان الأول هو الجهاد والقتال والثاني هو المحادثات والمفاوضات وبما أن ترامب أرد وقف المحادثات فسنسلك الطريق الأول وسيندمون قريبا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته أن واشنطن كثفت ضرباتها ضد أعدائها في أفغانستان خلال الأيام الأخيرة بدرجة غير مسبوقة منذ عشر سنوات وذلك بعد أعلان وقف المفاوضات مع طالبان استبعد الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أحمد أبو يوسف في نشرة سابقة من WTV أن تكون طالبان قد تعمدت عرقلة المفاوضات مع واشنطن أعتقد أن الوضع سوف يتأذن في الفترة المقبلة خصوصا مع قدوم الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في نهاية شهر الجاري ربما تستغل لطالبان الموقف وتقوم بشن هجمات استنفار أمريكي وإسرائيلي بشأن المواد والأنشطة النووية غير المعلنة لطهران بعد عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لليورانيوم في موقع إيراني إلى ذلك أعلنت بريطانيا أنها ستثير مسألة تفريغ نفط ناقل أدريون داريا وون في سوريا أمام الأمم المتحدة هذا الشهر بعد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو الأخير حول أسلحة نووية كانت تنوي إيران تطويرها في موقع سري قرب مدينة أبادة لكنها دمرت المنشأة عند اكتشافها علقت إيران على هذا الكلام معتبرة أن نتنياهو يبحث عن ذريعة للحرب وأشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف إلى أن إسرائيل التي تمتلك أسلحة نووية تتهم طهران كذبا بامتلاك هذه الأسلحة من جانبها اعتبرت الولايات المتحدة أن عدم تعاون إيران بشكل كامل مع التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي أمر غير مقبول ويثير شكوك خطيرة وعميقة لكن واشنطن أكدت مجددا أنها ما زالت مستعدة لإجراء محادثات مع طهران للتوصل إلى اتفاق شامل وأكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن عدم تعاون النظام الإيراني مع الوكالة الدولية يثير أسئلة بشأن المواد والأنشطة النووية غير المعلنة لطهران معتبرا أن غياب التعاون يتماهى مع سياسة الأكاذيب التي يستخدمها النظام الإيراني منذ أربعين عاما وفي سياق آخر استدعت بريطانيا السفيرة الإيراني للتنديد بما قالت إنه انتهاك واضح للتأكدات التي قدمتها طهران بشأن شحنة النفط التي كانت تحملها الناقلة أدريين داريا وان وأكدت بريطانيا أنها ستثير المسألة في الأمم المتحدة هذا الشهر واتهم وزير الخارجية دومينيك راب إيران بعدم الوفاء بتعهدها عدم نقل النفط من الناقلة إلى سوريا معتبرا أن بيع النفط إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد إنما هو جزء من النمط السلوكي لحكومة إيران الذي يهدف إلى زعزعة الأمن الأقليمي استقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتن من منصبه بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي قال إنه طلب منه الاستقال بسبب كثرة الخلافات السياسية معه وقال ترامب على التويتر أبلغت جون بولتن الليلة الماضية بأنه لم تعد ثمة حاجة لخدماته في البيت الأبيض مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني حسام الدين باشا قال إن إقالة بولتن مؤشر على فشل حملة العقوبات الأمريكية ضد طهران نتابع نشر بعض فاصل قصير وفيها مدينة مرزق واحتفالات العشورة أهلا بكم من جديد لم تتخلى مرزق عن عاداتها وتقاليدها في عشورة فجال الناس في الشوارع حتى ساعات متأخرة من الليل محتفين بموروث ماض يعود عادات وتقاليد قديمة كانت تمارس في مرزق حيث يحيون الأهالي مناسبة عشراء مع أطفالهم وذويهم في أمسية تسودها البهجة والسرور في مكان لا يسع أجواءه هم ولا كبثا تاركين وراءهم كل ما يعكر صفو حياتهم في هذه المناسبة كما عودنا أهلنا في مدينة مرزق بإحياء تراتنا وعاداتنا وتقاليدنا التي لها قيمها ونبلها عاداتنا تاريخية التي كان عليها أهلنا في القديم وإجدادنا التقطاقة والشيشباني والناقاية هي تقوس قديمة يقوم بها رجل متطوع لابس زي تنكري محاطا بلفيف النخيل ماسك في إحدى يداه جريدها وهو معروف في معظم المناطق الليبية يوم يمثل فسحة من الفرح للأطفال يجب أطفال مرزق الزقة واحياء المدينة ويستقبلون من الحلوة من سمع بقدومهم إليه وسط إشارة يرددونها من وحي الشارع الشيشباني ياباني هذا حال الشيباني هذا حالة وحوالة ربي قوي ما زال حتى لساعات متأخرة من الليل عبق من التاريخ وموروث ماض يعود العمر رقم مدام لديك القدرة على العمل والذي يبعد الموبقات فوزية اختارت امتهان العمل بالخرز بعد بلوغ أولادها داخل محلها الصغير بمدينة طرابرس تجلس فوزية بين الخرز والأحجار الملونة لتصنع منها أسابر وحولي وتمارس هواية عشقتها منذ الطفولة بدأت في امتهانها منذ تسع سنوات مضت عندي هوس بالأشغال اليدوية من لما كنت صغيرة يعني كنت صغيرة وني في البتدائي خشيت على الخياطة خشيت على الكروشيت تريكو تطريز اللي نشوفه نحب نديرها بيدي إلا الاكسسوارات ما خشيتش عليها لين جاني يوم كنت ماسك أمكان إدارة مدرسة الاكسسوارات قالت مني الجاية بعد ما سجلنا ابنات عندهم رغبة يتعلموا اكسسوار فانحطيت في موقف صعب قلت لازم نحل المفك لهذه شريت العدة تعالى الاكسسوارات وقعمزت قدام اليوتيوب وقدام التلفزيون ومحطات التلفزيون المصرية اللي يجيبوا في تعليم الاكسسوار وبدأت نتعلم من اللي ناخدتش دورة رغم المشاكل التي تواجهها في هذا العمل من استغلال للتجار في رفع أسعار مواد الخام إلا أنها تعمل جاهدة لكي تساوي الكفة للحفاظ على زبائنها فوزية دعت كافة ربات البيوت العمل في مجال الأشغال اليدوية لما له مفائدة مادية ونفسية والابتعاد عن الفراغ الذي يعيشونه والذي على حسب وصفها لا يؤتي أكله وغالبا ما تكون عواقبه وخيمة الشغل اليدوي بالتحديد حتى كعلاج نفسي يطلع الطاقة السلبية من الإنسان يجدد النشاط رسالة وجهتها فوزية بأن المرأة لها دورها في بناء المجتمع حتى وإن كان من باب الأشغال اليدوية وأن العمر عبارة عن رقم لا أكثر نادر ممدود WTV طرابلس من هذا الجمال مشاهدين ننتقل بكم إلى الفقرة الرياضية حققت هولندا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 انتصاراً على منافستها أستونيا بأربعة أهداف دون رد كما فازت ألمانيا خارج أرضها بهدفين دون رد على إرلندا الشمالية بعد هزيمتها أمام هولندا أربع اثنين يوم الجمع الماضي أما بلجيكا فحافظت على سجلها المثالي بعد فوزها على سكوتلندا بأربعة أهداف دون رد في بطولة العالم لكرة السلة فازت الولايات المتحدة الأمريكية على البرازيل بتسع وثمانين نقطة مقابل ثلاث وسبعين لتحجز مكانها في دور الثمانية وتواجه فرنسا التي خسرت أمام أستراليا بنتيجة مئة لثمانية وتسعين استعادت الأسترالية أشلي بارتي صدرت التصنيف العالمي لمحترفات التنس بعد أقل من شهر واحد من خسارة القمة في وقت تقدمت فيه الكندية بيانكا أندريسكو بطلة أمريكا المفتوحة إلى المركز الخامس بعد أول لقب في مسيرتها بالبطولات الكبرى وفازت أندريسكو على الأمريكية سيرينا ويليامز في نهاي يوم السبت لتواصل سلسلة من ثلاثة عشر فوزا دون هزيمة وفي تصنيف اللاعبين المحترفين لم يحدث أي تغيير في ترتيب أول ثلاثة مصنفين ببقاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش على القمة يليه الإسباني رفيال نادال ثم السويسري روجي فدرير وننتقل المشاهدين إلى الكاريكاتير في ختم هذه النشرة نذكركم بالموقع الإلكتروني للقناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر